اشتركوا في القناة شهر فبراير المراجعة الاولى رقم واحد من القناة وان شاء الله هسيب لكم بقية المراجعات هتلاقوها اسفل الفيديو في صندوق الوصف وكمان هسيب لكم جميع فيديوهات الصف السادس الابتدائي للي حابب ان هو يطلع عليها بفكركم احباتي تفضلوا معنا لنهاية الفيديو علشان تستفيدوا اقصى استفادة من الاسئلة اللي هنحلها مع بعض كمان بفكركم احباتي لو دي اول زيارة ليكم للقناة سبسكرايب او اشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس على الاول ولايك وشير للفيديو دعم لينا ودعم للقناة وهسيب لكم رابط لانضمام معنا لجروبات الواتساب بتاعنا بتاع المرحلة الابتدائية كمان قناتنا على التليجرام هتلاقوا الروابط اسفل الفيديو في صندوق الوصف اللي حابب ان هو ينضم معنا واللي حابب ان هو يسألنا اي اسئلة من خلال الجروبات اللي تحت الفيديو ان شاء الله وما تنسوش اخواتنا الفلسطينيين من دعائكم ان ربنا ينصرهم ويثبتهم ويسدد رميهم وما تنسوش المقاطعة يا شباب المقاطعة هي الحاجة الوحيدة اللي نقدر نخدم بها اخواتنا في الظروف اللي هم فيها دلوقتي ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كده اول سؤال عندنا عندنا 25 سؤال اختيار من متعدد اول سؤال هسيب لكم بتاع ثانية او ثانيتين قبل كل سؤال علشان تحاول ان انت تجاوب او تحاول تجاوبي قبل ما انا جاوب خلي بالك بيقولك ايوا يبقى ماضي على طول يبقى اختار يبقى اصرتي وانا عشنا في الماضي طبعا انا بميز الماضي من خلال تصريف التاني من الفعل اللي خلاني قلته ماضي عشان فيه في النهاية معناها في الماضي انا قعدت في البيت يبقى اكيد انا لم اسافر عايز يقول انا لم اسافر في الماضي انا قعدت استيد يعني معناها قعدت في الماضي برضو او مكثت في البيت يبقى النفي بتاع الماضي باستخدام didn't يبقى اقول I didn't travel last month الجملة دي ماضي هي فيها last عايزا فيها نفي طبعا دايما باستخدام didn't we space a wonderful guide during our last visit خلي بالك فيه last يبقى ماضي بسيط يبقى مت لو تصريف التاني من الفعل مت يقابل مت قابلة don't touch the space they are very valuable انها قيمة جدا ايوة artifacts artifacts اللي هي اللي هي اللي هي الحاجات الاثرية تمام؟ المقتنيات الاثرية بنسميها artifacts طيب granite is a space material الgranite يعتبر durable durable material يعني مادة خام اه متينة او قوية durable صلبة طيب space is when you buy and sell things between countries انك انت تشتري او تبيع الاشياء بين الدول بنسميها ايه تمام trade التجارة space are objects هي اشياء used for fighting للحروب او المشاجرة fighting or hunting animals او استياض الحيوانات ايوة weapons weapons بمعنى اسلحة weapons معناها ايه اسلحة ياريت نحفظ يا جماعة الكلمات لو احنا مش حافظينها لو في كلمة او اتنين لقيناهم جديدة علينا نحاول نحفظهم where is my jacket فرد عليها قال له it's space the closet طبعا it's in the closet انه في الخزانة it's in the closet طب ليه مخترناش in front عشان in front بتاخد بعدها of يعني امام وناكست بتاخد بعدها to طب السؤال رقم تسعة gold is the most space metal in the world طبعا is the most ايوة precious precious بمعنى ثمين او نفيس او غالي precious space is an another meaning for sky هو معنى اخر لكلمة sky sky يعني سماء المعنى الاخر بتاحها رقم b bravo اللي هو heaven heaven يعني السماء او الجنة ممكن لها معنين ancient Egyptians space iron from the ground طبعا هما mind iron iron اللي هو الحديد هما استخرجوه يستخرج المعادن يعني mind تمام mind ممكن تبقى بمعنى منجم و mind يعني يستخرج المعادن طبعا استخرجوا المعادن من الارض silver was a او any space metal so ancient Egyptians had to buy it كان السيلفر اللي هو الفضة ايوة معدن نادر يبقى rare يعني نادر we have a hot dry space here in Egypt طبعا بنقول climate لدينا اه طقس اه جاف وحار هنا في مصر space means to cover in انك تغطي oils تغطي بالزيوت والقماش يعني يا شباب ايوة يحفظ عشان تحفظها لفترة طويلة نسميها يعني التحنيط خلاص to buy and sell things انك تشتري وتبيع الاشياء means to تاني trade انك تتاجر the ancient Egyptians had got iron from كانوا امتلكوا الحديد from من الميتورايتز الميتورايتز اللي هي النيزك او النيازك كان اول حاجة اول مرة يختنوا فيها الحديد كانت عن طريق الميتورايتز النيازك اللي هي بتنزل من السماء the king lived in a big space with a large garden الكنج كان عايش في big ايوة castle قلعة كبيرة don't space the boat with your hands it's very hot don't touch لا تلمس البت الحلة او الاناء باديك it's very hot ancient Egyptians made so many beautiful artifacts of ايوة صنعوها من ايه من ايوة برافو عليكم الميتلز اللي هي المعادن صنعو المقتنيات الاثرية دي من المعادن ancient Egyptians built the pyramids بنوا الاهرامات with granite اللي هو اللي هو الحجر الgranite granite is a very hard and space stone durable durable بمعنى متين او صلب they used this base which is found close to the river nile طبعا close to يعني قريب من نهر النيل to make boats عشان يعملوا منه الاواني كانوا بيلقوا ايه جنب النيل ايوة الكلي اللي هو الطمي او السلصال the Egyptian climate is good for space artifacts اللي الطقس المصري كان نافع او مفيد لي مفيد لحفظ الارتفاكت يبقى preserving preserving يعني حفظ space is an object هو عبارة عن شيء made of stone مصنوع من الاحقار or another material to look like a person or animal عشان يبدو شبه person الشخص او الانيمال الحيوان يبقى يكيد يقصد التمثال تمام statue لو رقم بي farmers produced انتجوا a lot of space to eat عشان يكلوها طبعا الايه grain grain يعني الحبوب grain اللي هي الحبوب عشان يكلوها طبعا ننتقل الى نوعية اخرى من الاسئلة هو سؤال تصويب ما بين القوسين عندنا 15 سؤال خلي بالك في عندي ago هنا يبقى على طول بتكلم في صيغة الماضي البسيط الماضي البسيط يبقى ايه i met خلاص الماضي من meet met when طبعا two years ago يعني منذ سنتان خلي بالك من الكلمة دي when he was younger عندما كان صغيرا دي على طول كده اول ما شوفها يبقى انا بتكلم في الماضي برضو عندما كان صغيرا he يبقى traveled بدأ travel she didn't space وجايب لي visited us last week خلي بالك طالما didn't موجودة على طول سمع حد بيقول هرجع الفعل المصدر تبقى ايه visit تمام she space وجايب لي don't come here yesterday طبعا هنفي مش بدونت لان الجملة في الماضي طبعا ايه اللي عرفني الجملة الماضي عشان yesterday موجودة يبقى didn't مش don't اتفقى انا قلنا منذ ثلاث سنوات يبقى ماضي بسيط يبقى lived هو التصريف التاني من الفعل live يعيش lived عاشة there و جايب لي are no cars in the past طبعا there were مش مش are لان هنا معناها كان يوجد في الماضي there were no cars ما كانش فيه اي سيارات في الماضي طالما في الماضي يبقى there were كان يوجد للماضي للماضي الجمع تمام when did لسه ايلنها دلوقتي did بيجي بعدها الفعل في المصدر يبقى شيل اس المضارع وارجع الفعل المصدر ويبقى get they didn't برضو مصدر تبقى visit هرجع الفعل المصدر can we meet وجايب لي seven o'clock يبقى على طول at مش in في الساعة السابعة I don't eat fish last night خلي بالك فيه last هنا يبقى ماضي يبقى didn't على طول وانت مغمر السؤال 11 she space وجايب لي very cox fish will طبعا very هنا تعتبر نوع من أنواع intensifiers يعني الكلمات اللي بنستخدمها للتأكيد في الجملة تمام very بس بيجي بعدها دايما صفة تمام very يعني بيجي بعدها صفة يا ممكن تصف برضو ايه تيجي قبل ظرف لكن مايجيش بعدها فعل ابدا اما المين اللي بيجي بعده فعل في بداية الجملة كده حاجة وشبه very برضو بتدي نفس المعنى بتاع أيوة أيوة سمح حد شاطر بيقول really يعني هي حقا تطبخ السمك جيدا يبقى really استخدمناها مكان very هنا علشان جاي بعدها فعل you must stop يجب أن تتوقف عن stop من الأفعال أيوة اللي بيجي بعدها gerund يعني بلعب بألعبهم I finished أنا انتهيت برضو من ing فعل finish ينهي اللي هو بيجي بعده ing انتهيت من عمل الشغل بتاعي ليلا they don't like playing inside هم ما بيحبوش يلعبوا بالداخل جايب لي برضو intensifier اللي هو quiet لحد ما بس quiet مش مكانها مش كده خالص هم اللي هستخدم ايه في آخر الجملة وجملة منفية تمام مسامح حد شاطر بيقول at all على الاطلاق يبقى هم لا يحبوا لعب اللعب بالداخل على الاطلاق at all على الاطلاق معناها at all وبتيجي في نهاية الجملة المنفية النوع الاخر من الاسئلة هو قطع وفيها فراغات ونملاها بالكلمات اللي فوق نوها was making a display board about artifacts نوها كانت بتعمل عرض على لوحة تمام عن المشغولات الاثرية in ancient Egypt في مصر القديمة هي عرضة amazing information معلومات رائعة about space amulet طبعا about يلا نفكر كده أيوة scarab scarab اللي هي الخنفساء scarab يعني ايه خنفساء amulet اللي هي بتجلب الحظ تمام حاجة كده كانوا ايه زي تميمة كده كانوا بيتفائلوا بيها الفراعنة هو بيشرحة بيقول ascarab amulet is from space ايجبت هي من مصر القديمة ancient ايجبت دي سهلة and is more than three thousand years وعمرها تلاتة الاف سنة it's made of cover التميمة دي لعلى شكل كنفساء كانت مصنوعة من cover cover بمعنى نحاس the stone is it was made of الاحجار اللي كانت مصنوعة منها is space and durable هي الاحجار دي كانت ايه and durable من شوية معناها متين أو صلب يبقى precious لما بني نوصف الستون الاحجار انها precious نفيسة و durable يعني متينة people wore jewelry with the image of the scrub to protect them الناس ارتدت المجوهرات اللي فيها صورة الخنفسانة دي عشان تحميهم and bring them good وتجلب لهم الحظ الجيد يبقى fortune بمعنى حظ good fortune طبعا كل الكلام ده تخريف يا جماعة why do we have so many artifacts لماذا لدينا كل هذه المشؤولات الاثرية القديمة one reason سبب واحد is that space أي وسم حد بقول المناخ بتاعنا we have a hot dry climate لدينا مناخ dry gaff hot hard here in Egypt هنا في مصر so artifacts لذلك المشؤولات الاثرية aren't spaced by cold لا تفسد أو لا تدمر أو لا يعني damaged ما بتحصل لهاش تلف لا تتلف بواسطة الcold and wet weather التقص اللي هو الرطب والتقص البارد هذا يساعد على حفظهم أي و preserve them حفظهم يعني preserve them the ancient Egyptians القدماء المصرحين also knew that أيضا عرفوا in certain materials مواد خام معينة could last a long time يمكن أن تدوم لفترة طويلة that's why لهذا السبب they built the pyramids with لهذا السبب هم بنوا الأهرامات من ايه ايه granite granite اللي هو صخرة الجرانيت صخرة ايه a very hard هي صلبة جدا and durable stone وحجر قوي او متين القطع الأخيرة عندنا after the goat lift بعد ما المعزة غادرت he walked around this space هو مشى حول او تجول حول الايه ايه الكاسل اللي هي القلعة when he touched a chair عندما لمس كرسي it turned to space تحول الى ايه ذهب الى gold دي قصة كانت عندنا when he touched his bed عندما لمس سريره it turned to gold to تحول الى الذهب ايضا to celebrate لكي يحتفل he asked for a special هو طلب هو طلب ايه ايه meal special meal بمعنى وجبة مميزة special يعني مميز meal وجبة but ولكن when he touched the food عندما لمس الطعام he couldn't he couldn't it هو لم يتمكن من اكله because it turned to gold لانه تحول الى الذهب then ثم he went outside into the garden went outside خرج الى الحديقة to find marigold عشان يجد marigold when he spaced here عندما ايوه hugged here عندما حضنها she also turned to gold هي ايضا تحولت الى الذهب king medas started crying الملك medas بدأ في الاصراخ او البكاء please come back gold من فضلك عودي يا معزة he said هو قال i can't lose marigold انا لا يمكن ان افقد marigold القطعة i am bilal انا bilal i love playing all kinds of games انا بحب الالعب كل الالعاب كل انواع الالعاب i play games outside with my friends انا بلعب الالعاب بالخارج مع اصدقائي at school في المدرسة we play hobscotch طبعا hobscotch اللي هي لعبة الحجلة تمام الناس تعرف عليه الحجلة بيحجله برجلي واحدة كده and board games والالعاب اللوحية اللي بتلعب على لوح زي مثلا لعبة الشطرنج او لعبة السلم والتعبان وبنك الحظ والكلام والكلام ده i also enjoy انا ايضا بستمتع playing board games with my sister الالعاب الالعاب اللوحية دي مع اختي although على الرغم من she often beats me هي غالبا بتهزمني she enjoys adventure games هي بتستمتع بالعاب المغامرات most اكتر حاجة بتستمتع بها يعني my favorite games العاب المفضلة are video games هي العاب الفيديو i don't play them very often الالعاب كثيرا تمام however ومع ذلك i play for about an hour انا العب لحوالي ساعة on the weekend في عطلة نهاية الاسبوع it's fun انها مرح ده البراجراف التاني يا شباب كده بدأنا في البراجراف تاني وعرفنا ازاي هتلاقي فراغ كده في اول سطر my favorite games العاب المفضلة are ones where you build cities هي اللعبة او الالعاب اللي انت فيها حيث بتبني مدن i have made a really big city انا حقا بنيت مدينة كبيرة using different bricks باستخدام قوالب او مربعات كثيرة it has animals كان فيها حيوانات and plants ونباتات in it two ايضا i like these games انا احب هذه الالعاب because you can be creative لانك يمكن ان تكون مبدع and make something new وتصنع شيء جديد بلال likes video games because بلال بيحب يلعب العاب الفيديو because they can be لان العاب دي ممكن تكون ايه تمام creative مبدعة creative بلال enjoys playing space games with his sister بلال بيستمتع بلعب ايه مع اخته ايوه board games هتلاوه موجودة هنا او board games بحب يلعب with my sister اخته بتحب الالعاب she enjoys adventure games العاب المغامرات adventure في اللي بعدها how long does بلال play video games how long معناها ايوه كامل مدة تبقى بنحفظ يا جماعة الادات اللي مهمة جدا how long كامل مدة اللي بلال بيلعب فيها video games تمام هنا هي موجودة about an hour on the weekend about an hour حوالي ساعة summarize the second paragraph in one sentence يعني لخص البراغراف التاني في جملة واحدة sentence طبعا معناها جملة طب انا عرفت البراغراف التاني منين قلنا من الفراغ ده طبعا بيتكلم فيه عن اللعبة اللي هي بيحبها او بيفضلها اللي هي لعبة بناء المدن يبقى بيلال the favorite games اللعب المفضلة لبلال are ones هي الالعاب where he built this cities حيث هو بيبني المدن وانا هنا ضفت اس المدارع عشان هي هي بتاخد دايما اس المدارع لكن هنا you ما بتاخد اس المدارع خلي بالك he built his cities سؤال الاخير عندنا وسؤال reorder او rearrange اعادة ترتيب الكلمات هنبدأ بولكم مرحبا 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 بكم فيه بقى welcome to ايوه the museum المتحف of ancient history welcome to the museum مرحبا بكم فيه متحف التاريخ القديم we are we are يبقى نقول we are excited about we are excited excited يعني متحمسين لا مش about we are excited to learn about to learn more في عندي more هنا قملة صعبة نعرف we are excited we are excited to learn متحمسين علشان بنلعب to learn more المزيد about عن عن ال ancient Egyptian artifacts عن ancient Egyptian artifacts اللي هي المشغولات المصرية القديمة نحن متحمسين to learn علشان نتعلم more about المزيد عن ancient Egyptian artifacts المشغولات المصرية القديمة السؤال الثالث عندنا why لماذا تمام why بحتاج بعدها الفعل المساعد why do why do الفعل المساعد ثم الفاعل why do we بعد الفعل الأساسي have so many artifacts لماذا لدينا كل هذه المشغولات الأثرية why فاعل المساعد do فاعل we have الفعل الأساسي طالما ركبت الأربع حاجات دول البقى بيبقى سهل بالنسبة لك they هم دي الفاعل هم محتاج الفعل اللي هم عملو built بنوا بنوا ايه the pyramids الاهرامات ب ايه with granite بهم بنوا الاهرامات بال الكثير من بيجي بعدها اسم جمع الكثير من الناس فاعل اللي هم عملو ايه بقى كبت رب رب ايه بقى منكيز اند بابونز اللي هي القردة الضخمة نوع من النوع القردة الضخمة مالها القطط مالها are تكون are still تكون لا تزال popular in ايجيبت popular bits هي حيوانات اليفة خلي بالك بابونز الاول الصفة ثم bits يعني ايه يعني حيوانات اليفة مشهورة في مصر يبقى cats are still popular bits in ايجيبت اي انا الفعل اللي انا عملته ايه اي انا اعتقد اعتقد ايه ان tennis is so exciting اعتقد ان التنس يكون مثير جدا the book الكتاب is between بين الحتين دول the disc and the bench اعتقد الكتاب يكون بين البنش اللي هو المقعد والdisc اللي هو المقعد برضو او disk the climate اللي هو المناخ ماله المناخ بقى the climate kept حفظ kept هنا الفعل اللي هو عمل حفظ ايه the tomb tomb بمعنى القبر او المقبرة in good condition في حالة جيدة the climate kept the tomb in good condition they home يبقى محتاج الفعل بتاعهم they came they came home جاءوا للبيت early مبكرا last night بحطها في اخر الجملة طيب where لعداد استفهام الفعل المساعد did where did you grow الفعل اساسي up where did you grow up اين تربيت او ترعرعت where did you grow up كده نكون خلصنا مراجعتنا اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم ما تنسوش يا شباب لايك للفيديو دعم لينا ودعم للقناة وينتظرونا ان شاء الله في الفيديو القادم وحتى حينها اترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته